أنا داخل الستوديو منورنا جداً دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية منورنا يا دكتور سعيب بوجودة مع السيادتك كمعال عامل إيه؟ كله تمام؟ باستمتع بمشاهدتك لأنا باستمتع أكتر كمان لما عود أسمعك على التليفون معنا كده فكمان تنورنا يبقى لك كده دكتور الموقف المصري من القضية هو موقف تاريخي مما لا شك فيه ومصر بتبني موقف دلوقتي توافقي وتراكمي لو صح التعبير وصحة اللونة غلطان بتخلق مواقف تراكمية من المجتمع الدولي مش بس العربي علشان نقدر نوصل لحل إزاي مصر هتقدر تبني ده؟ أنا عايز طبعاً سؤال حضرتك واجه جداً ومهم جداً ولكن أنا هبدأ من بداية تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في مصر ودور مصر الرياضي والمحوري والدعم التاريخي اللامحدود في هذه الفترة تحديداً وتحديداً بعد تولي الرئيس السيسي الحكم بثلاثة شهر بس كان أول اعتداء على قطاع غزة كان في شهر تسعة 2014 والاعتداء ده استمر خمسة وخمسين يوم ولولا الدولة المصرية والتدخل المصري الحكيم والواعي والمدرك من خلال مفاوض جيد سعى بكل قوة إلى وقف الاعتداءات على قطاع غزة كانت الأمور قد خرجت عن السيطرة في هذه الفترة تحديداً ثم الاعتداء الأطخم أيضاً في مارس 2018 وأيضاً تدخلت الدولة المصرية وبكل ثقالها لوقف الاعتداء على قطاع غزة ثم الاعتداء الأطخم واللي استمر 11 يوم في مايو 2021 وأوقع الكثير من الشهداء والضحايا الأبرياء في قطاع غزة وفي هذا التوقيت كانت دور المصري دور متحرك على كافة المحاور سياسياً وقف التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى مرحلة إعادة أعمار غزة تقديم منحة الخمسمائة مليون دولار بناء ثلاث مدن سكنية ضخمة لتعويض من فقدوا منازلهم من جراء العدوال الإسرائيلي ثم بعد ذلك فتح معبر رفح استقبال المصابين سوال أقصر من 325 طن من السلعة الغزائية ثم اعتداء في 2022 وأيضاً الدولة المصرية نجحت في إقافه والآن اعتداء متكررين الأول في يناير من هذا العام وهذا الاعتداء الأطخم ولولا مصر ودور مصر كانت القضية الفلسطينية قد انتهت لأن الدولة المصرية سعت وبكل قوة إلى إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى صدة المشهد الدولي والإقليمي وده بيبين قد إيه الدولة المصرية حريصة على نجاح جهدها الدقوبة في إقامة وطن عادل للقضية الفلسطينية وده ظهر بشكل كبير جداً في القمة التي عقدت اليوم على أرض مصرية وبمشاركة أكثر من 34 دولة والثلاث منظمات دولية وهذه القمة يا معالي النائب أرى أنها قمة تحزيرية للعالم حتى يدرك خطورة استمرار هذه الأوضاع بهذا الشكل الخطير والذي يؤدي بما لا يدعم مجل الشك إلى اتساع رقعة الصراع إن أرادت إسرائيل الاستمرار في غيها والعمل على تنفيذ مخططها الشيطاني بنقل وتهجير قطاع غزة وتوطنهم في سيناء طيب أنا بشوف أنه من بداية اندلاع الأزمة الأخيرة إذا صح التعبير يوم 7 أكتوبر 2023 فإنه الرئيس تحرك بما له من ثقل على المستوى الدولي ومصر بما لها من ثقل تاريخي والسياسي لهذه القضية وبشكل عام في الكثير من القضايا وبالتالي بيخلق شكل من أشكال التراكم لصالح إن إحنا نقدر نوقف يعني في البداية كان المجتمع الدولي رفض رفض قاطع وشايف أنه إسرائيل لها كل الحق في أنها تفعل كل الأفعيل تجاه القطاع الآن أصبح بعض زعماء العالم حتى داخل أوروبا بقت وجهة نظرهم مختلفة حبتين أظن هذا جهد يحسب للرئيس أنا باتفق مع حضرتك جدا طرح أكثر من رائع لأنه بالفعل اللي حضرتك بتقوله ده لم يكن أقوال فقط ولكن أفعال على واقع الأرض تحرقات أكثر دولة في العالم تلقت اتصالات في فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي الدولة المصرية قادة العالم جميعهم اتصلوا بالرئيس السيسي وأرادوا التنصيق والتشاور مع الدولة المصرية وده يؤدي وبشكل كبير أن الدولة المصرية في خلال هذه المعرقة خاضت حرب دبلوماسية حرب دبلوماسية شرسة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونجحت في إحداث الإختراق المهم جدا وهو فتح معبر رفح من قبل الجانب فلسطين أو من جانب رفح الفلسطينية ودخلت الشحنات وده اندل على شيء يدل على تغير وجهة النظر المجتمع الدولي وده اللي أكد عليه الرئيس بايت اللي آشار بشكل واضح إلى دور القيادة السياسية المصرية وقال أن مصر هي التي لعبت دورا كبيرا في العمل على حالة المشهد المعقد فيما يخص المساعدات الغزائية ودخلت عشرين شحنا اليوم وده انتصار للدولة المصرية انتصار لقرامة الأمة العربية انتصار للقضية الفلسطينية انتصار لشعب فلسطين الأعزل اللي بيبحث عن سند ودائما وأبدا ما ينظر للدولة المصرية بأنها السند والداعم الحقيقي لقطاع غزة على مر التاريخ لو على الجانب الصهيوني ما كان ليسمح على الإطلاق بفتح المعبر من جانبه ودخول المساعدات على الأقل الطبية زي ما هي حصلة دلوقتي وعلي مصر مارسة كل الضغط الممكن وأنا أراه ضغط مهول علشان تجبر إسرائيل على فتح المعبر وإدخال هذه المساعدات توقع المساعدات هتستمر بالتدفق ولا الصهيوني هيتلككه كمجرة العادة كمجرة العادة ولكن ستحاول الدولة المصرية أيضا استكمال مسيراتها الواضحة في إدخال المساعدات لقطاع غزة لأن الاتصالات المصرية مع القيادة الأمريكية باعتبرها هي الفاعل الرئيسي في الضغط على حكومة نتنياهو لاستكمال ما تم الاتفاق عليه بإدخال المساعدات بصفة دائمة ومستدامة وده واضح جدا من التصرحات المصرية لأن هذا الحصار يجعل العالم يعني يفقد إنسانياته حصار دموي وزير الدفاع الإسرائيلي جالنتي بيطلع بشكل واضح وبقول إحنا بنضع قطاع غزة تحت الحصار لا ماء لا قهرباء لا وقود استهداف للمستشفيات استهداف بشكل واضح جدا لكل أنواع الحياة في قطاع غزة وده اندل على شيء يدل على حتى تصرحاته لما بيقول بشكل واضح قال يعني حيوانات بشرية يعني تصرحات لا تتوافق مع لا قانون دولي ولا قانون دولي إنساني ولا منظمات بالإضافة لنقطة وفيه هذه النقطة مهمة جدا معالي النائب وهي نجاح الدولة المصرية في عمل مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة أو سكرتيري الأمم المتحدة أمام معبر رفحة ده بيعطي رسالة طبعا وفي وجود قوات الجيش المصري وفي وجود المتطوعين من الشباب والبنات اللي قالوا وأعطوا رسالة واضحة وهي مرابطون حتى الإغاثة طيب ونسبة الإغاثة فإحنا معنا على التليفون سيد رفيق مليحة مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة وحول إمدادات الطاقة في غزة والتي أعتقد أنها على وشك الانتهاء سيد رفيق أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك يعني لا أملك إلا أنا أقول أنه كل المصريين بالتأكيد مع الشعب الفلسطيني وأضيئته وأضيئة الصراع العربي الصهيوني الحقيقة معلقة في رقبتنا أيضا في مصر لكن خليني أسألك على الطاقة في غزة هل لديكم يعني مخزون كافي هل هي على وشك الانتهاء وإن انتهت ما هي الحلول أو بالأدق ما الذي سوف تصل إليه الأوضاع سيد رفيق طب الخط قطع مش عارف الحين أقوله إيه العنيق أكيد هنحاول الاتصال تاني بس مما لا شك فيه الوضع أكتر من سيء ويمكن ده هيخدني على مسألة هو فعلا على ما يبدو أنه الطاقة هناك على وشك الانتهاء يعني ما فيش ما فيش فاندم المستشفيات شغالة بالحد الأدنى من الطاقة طاقة هي الأساس لتشغيل غرفة العمليات لتقديم الخدمات الصحية يعني أظن أن قطاع غزة يعاني في أقل من 300 ألف لتر موجودين دول يشغلوا مستشفيات من 10 إلى 12 ساعة فقط وبعد كده من الممكن جدا أن تشهد توقف تام وانهيار للقطاع الصحي وده هيؤثر بشكل كبير جدا ونتيجة لذلك يعني كان فيه تحرك كبير وضغط دبلوماسي مرعب من قبل الدولة المصرية على كل الأطراف المعنية لإدخال المساعدات في قطاع غزة ونجحت الدولة المصرية في إحداث هذا الاختراق وده يحسب لوجود إرادة حقيقية من قبل الدولة المصرية لإدخالها لتلك المساعدات احنا أعتقد يعني تم إعادة الاتصال مرة تانية بالسيد رفيق مليحة أهلا بيك معانا مرة تانية سيد رفيق أهلا بيك أهلا بيك معلك الشبكة عنها صعبة المفهوم طبعا ومقدر وإحنا معاكم في كل الأحوال يمكن بسألك على يعني الطاقة في غزة يعني هل لديكم مخزون كافي وإن لم وهذا المخزون يكفي كام يوم أصلا يعني الكهرباء في غزة مقطوعة تقريدا من عشر أيام بحث التوليد الكهرباء الوحيدة نفذ منها الوقود من عشر أيام وما فيش كهرباء بالمرة يعني طالس ما فيه كهرباء في غزة الموجود فقط بعض مولدات الدين اللي هي بالإشتاء الباري أو يعني من الأواري وهي اللي فقط تعمل وتكاد تنفذ أيضا الوقود منها إذا نفذ هذا الوقود لقدر الله ولم يحدث أي شكل من أشكال إعادة الإمداد الوضع هيصل بنا إلى فين في غزة؟ أول فصلة يعني اللي باقي تنفذ يعني الساعات معدودة للأسف معك سيد رفيق طب واضح أنه انقطع الاتصال مرة تانية إلى أنه المعلومة يعني عمليا وصلت وإن كانت هي معلومة بالقطع سوداء بكل ما تحمله المقييس يعني أو كيفما تراه المقييس كرسي إحنا بنتكلم على ساعات وينتهي حتى بأخذون المزوط اللي بيشغل بعض المولدات ومش بس بقى المسألة أنه هو يعني أهلين في غزة يبقى عايشين حتى في الظلام الدامس إحنا بنتكلم على أنه المستشفيات مش هتشتغل طب هنا هرجع مرة تانية لدكتور حامد دي كانت قمة القاهرة للسلام بتتصور الخطوات القادمة تذهب في أي اتجاه؟ ده فيه أكتر من سيناريو معلني السيناريو الأول هو سعي إسرائيل لتنفيذ مخططها بالاجتياح البر لقطع غزة والعمل على تهجير أراضي قطاع غزة والاتجاه بأكثر من واحد وواحد من عشرة مليون نسمة موجودين في شمال قطاع غزة والاتجاه بهم إلى الجنوب الاجتياح البري ليه هيؤدي وبشكل بما لا يدع مجل الشكل إلى اتساع دائرة الصراع هتتوسع دائرة الصراع بشكل كبير جدا يعني احنا هنالعى جبهات أخرى وحرب توحيد الساحات اللي هتحصل بشكل كبير جدا انطلاق يعني حرب من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل أيضا سوريا جابها تفتح بشكل كبير جدا بالأمس كان فيه بعض المسايرات انطلقت من جماعة الحسين في اليمن باتجاه إسرائيل وباتجاه تلق بيب تحديدا ولكن لو لتدخل القوات الأمريكية كان اللي نجحت فيه وقت هذا الهجوم كان من المفترض أن يؤثر بشكل كبير على المشهد في ظل أيضا جبهات داخلية لو تفتحت أيضا على إسرائيل هتجعل الموقف أكثر صعوبة هذه الجبهات هي جبهة الضفة الغربية لأن لو تحرقت الضفة الغربية بالإضافة لإقطاع غزة في حالة الاجتياح البري ده هيؤثر بشكل كبير جدا على نجاح العملية البرية هل دوارد أنه ممكن يحصل دوارد جدا دوارد جدا لأنه بدأت تظهر مظاهرات بشكل كبير جدا داخل القطاع داخل الضفة الغربية وبدأ بفي تحرك بعد خاصة بعد مستشفى الأهل المعمداني وده أثر بشكل كبير جدا بالإضافة إلى أن إسرائيل خرجت بعد عملية 7 أكتوبر في حالة نفسية الجيش الإسرائيلي في حالة نفسية سيئة جدا وفي حالة معنوية لا تستطيع بمجابة إسرائيل الخوض في هذه المعركة لأن الخوض في هذه المعركة فيه سببين رئيسيين معال النائب يأثروا جدا على دولة الاحتلال إسرائيل السبب الأول الخسائر البشرية كبيرة أي خسائر البشرية كبيرة دي بتتعب بإسرائيل جدا ولا تتحملها ولا يتحملها الشعب اليهودي الجزئية الثانية أن إسرائيل لا تستطيع أنها تخوط حرب طويلة الأمد إسرائيل دايما بتعتمد على سياسة واضحة وسياسة الحرب الخطفة اللي هي بتمتد من 4 إلى 6 أسابيع بس مش أبتر من كده أي حرب بقى بتبقى طويلة وبتحتاج شغل ده ما بتقدرش تنفزه وبالإضافة إلى أن التعبئة العامة في إسرائيل بتكون حوالي 18% من الشعب اليهودي وهم فعلا عملوا تعبئة الاحتياطي وصلت لـ 360 ألف جندي وده أثر بشكل كبير جدا على مجمع الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل وبدأ القطاعات كبيرة تتوقف عن العمل خسائر كبيرة جدا يعني الطلعات الجوية الإسرائيلية دي كل 3 أيام بيضربوا ضربات بتكون قيمتها المادية حوالي 912 مليون دولار 912 مليون دولار في كل 3 أيام وده رقم كبير جدا بيؤثر على الأوضاع الاقتصادية داخل إسرائيل بالإضافة بقى لعوامل تانية بالنسبة للغزة احنا كده اتكلمنا باتجاه إسرائيل غزة الاجتياح البر لها مش هيكون نزل ده غزة دي ممكن تبقى مقبرة للجيش الإسرائيل لأن طبيعة غزة واللي يعلمها جيدا هي مدينة من فوق ومدينة من تحت أنفاق بالإضافة إلى أن دي لن تكون حرب نظامية بالشكل التقليدي ولكنها ستكون حرب شوارع أو حرب إصابات اللي هتتفوق فيها حماس بشكل كبير جدا وحجم الخسارة البشرية اللي هتسقط من الجانب الإسرائيلي هتكون كبيرة جدا أكتر بكتير من الألف وربعمية اللي هم ماتوا في العملية النوعية الأخيرة اللي قامت بيها حماس داخل أراضي الفلسطينية المحتاجة طفال الأقصى طفال الأقصى وبالتالي المشهد كده بشكل عام لا يدل بالإضافة إلى أهم الأسباب بقى إن الإدارة الأمريكية وفي أكتر من تصريح قالت إن إحنا نرفض الاجتياح البري لغزة في هذا التوقيت إذا أردت يا نتنياهو أنت وحكمتك الاجتياح البري عليكم وضع خط ماذا بعد الاجتياح البري هتكتاح بري وبعد ما تكتاح إيه الهدف وهتعمل إيه الهدف القضاء على حماس بالعكس حماس أنت كل ما تقود معه حرب تطلع أكثر قوة ترجع أقوة كل ما تضربها ترجع لك أقوة ارتدادات الارتدادات العكسية عليك بيكون تأثيرها أقوى بكتير دي نحية النحية الثانية أني أنت هتعمل إيه بعد الاجتياح هل هتحتلق طاغزة ولا هل هتعمل إيه فرفضين دلوقتي تماماً الإدارة الأمريكية موضوع الاجتياح وعايزة بتقوله وقف بالإضافة لنقطة مهمة جداً وهي في إيد المقاوم اللي هي الأسرة اللي نتنياهو طلعه وقال مش مهمين بالنسبة لنا وهننخذ العملية العسكرية البرية وهنكمل ولكن دلوقتي الملف ده يوم عن يوم بتزيد أهميته لأنه بقى فيه ضغط حقيقي على نتنياهو داخل إسرائيل بهذا الملف تحديداً الأهالي بيقولوا إيه أهالي الأسرة اليهود عايزين أولادنا عايزين أولادنا أنت هتتفاوض هتتفاوض دلوقتي ماشي هتتفاوض بعد سنة لو أنت هتتفاوض بعد سنة لا إلي قاعدني دلسنة أولادنا بره ليه ما أنت كده كده هتتفاوض وطالما كده كده هتتفاوض هتتفاوض دلوقتي ما تتفاوضش بعد سنة ده معناه أنه لو حصل دلوقتي تفاوض على ملف الأسرة القضية تخسر القضية تخسر طبعا فهو بالنسبة له نتنياهو بيتحرك وهو يعلم ان فيه غضب شعبي عارم لأول مرة في تاريخ إسرائيل اليمين المتطرف واليساري والعلماني كله أكثر من 80% استطلعت رأى رفض وجود نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية بالإضافة ان الجيش نفسه وحتى الحكومة الحرب اللي تم تشكيلها داخلها اختلافات اختلافات كبيرة جدا في منهم مؤيد العملية العسكرية في منهم من يرفض إجراء زي العملية العسكرية لأن تدعيتها هتبقى كبيرة جدا